فكل ما لا مصلحة فيه من الحركات ولا حاجة إليه مما لا يخرج الإنسان عن هيئة المصلي فإنه مكروه مثل بعض الناس إذا صلى يشتغل بعمامته ويشتغل بثوبه إصلاحا أو يشتغل من غير حاجة إلى ذلك أو حكى بعض بدنه أو ما أشبه ذلك مما هو نوع من العبث بعضهم قد يعبث بأطراف ثيابه وهو في الصلاة أو ما أشبه ذلك كل هذا مما يكره في الصلاة